دكتور ذكرتم كتاب الله وعهد أردشير من هذا أردشير؟ نعم هذا عنوان الوصل الرابع من الكتاب أردشير هو مؤسس الدولة الساسانية الملك أردشير ويعتبر من علماء الملوك في تاريخ السياسي الفارسي ولد تقريبا عام 240 ميلادية وأسس دولة استمرت حتى الفتح الإسلام فأردشير هو مؤسس الدولة الساسانية أما عهد أردشير فهي وصية تركها لأولاده وأحفاده حول سياسة الملك وبناء الدولة وتحولت إلى ما يشبه الوذيق النص المقدس في التاريخ الساساني وتداولها كم حجبها تقريبا دكتور؟ هي في النسخة التي أنا رجعت لها ولها طبعات متعددة لكن النسخة التي رجعت لها وهي الموجودة في كتاب مسكوي تجارب الأمم حوالي 20 صفحة أنا حوالي 3000 كلمة تقريبا أهد أردشير في 20 صفحة هذه العشرين صفحة تتضمن المبادئ الذي أرد أردشير من أبنائه وأحفاده أن يتبعوها للمحافظة على الملك والمملكة تسربت الوذيق إلى التراث الإسلامي عبرها كانت معلنة دكتور هذا الكتاب معلنة أمم سري بينهم بين أولاد أردشير لا لا كان معلنا بل كان يشبه النص المقدس الذي يتربى عليه يتورثه الأحفاد عن الإجداد وصل الثقافة الإسلامية عبر المقفة والكتاب المسلمون هذا هو الأصل الفارسية وتسرب وكان له مكانة كبيرة وإذر كبير في ثقافة العصر العباسي في ثقافة الإسلامة في العصر العباسي حتى أن المأمون لما سأله مؤدب الواثق ما الذي يعلمه وقال كتاب الله وعهد أردشير الله وحفظه كليل التود منها هذا من هذه العبارة أن أخذت عنوان الفصل أنه جعل لعهد أردشير قيمة موازنة لقيمة القرآن الكريم بدل كتاب والسنة نعم لا بس قال كتاب الله وعهد أردشير وحفظه كليل التود منها أيضا يعني القرآن وكتابين مصدرين فارسيين هذا أهم شيء ليصبح رجل دولة بالنسبة للمأمون يصبح ابنه أو ابن أخيه رجل الدولة وطبعا قصص كثيرة أنا أوردت بعضها في الكتاب حول أحد أردشير